اشتركوا في القناة في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يضل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 28 دقيقة من مساء الليل اللي هي الأربعاء موعد بث الحلقة لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب طبعا القمر موجود اليوم في برج العقرب في ساعات الصباح في عنا خلوم مسار وانتقال القمر لبرج القوس بما أن القمر موجود في برج العقرب معناته في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكراه بشدة ومنشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا في هاي الفترة من الآن ولغاية ساعات الصباح الاهتمام بأمور إلها علاقة بالتأمين أو حتى قراءة رواية بوليسية مطهرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو اهتمام بالأمور إلها علاقة بالبيت أو العقارات بالنسبة للزوايا البطية طبعاً عندنا أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية ما بين الشمس وما بين الزهرة وهاي طبعاً التأثيراتها راح تظلها مستمرة لغاية 5-11 تعطينا نظرة إيجابية تفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وطبعاً هاي الزاوية زي ما حكينا أن تأثيراتها طويلة يعني لغاية 16-11 هاي زاوية تخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات والدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبرضو بالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ما راح تكون ذروتها فعندنا أول زاوية زاوية بطيئة هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهاي طبعا اليوم راح تكون ذروتها في تمام الساعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وعادة عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور عام بالويام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتحزيز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي طبعا راح تكون ذروتها الساعة أربعة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات الظهيرة هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة أربعة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة عشر وأربعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ليستقر القمر بعدها في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة عشر وأربعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر بنتقل وبصير في برج القوس عشان هيك منبلش من ساعات الصباح نشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاولنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة مياه أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال وانه القمر رح ينتقل لبرج القوس عنا زاوية مع القمر هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوع الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية في عنا زاوية أيضا بطيئة وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين عطارد وبين بلوتو وهاي طبعا رح تكون ذروتها اليوم وبتنتهي برضو اليوم في ساعات منتصف الليل بتكون نهايتها هي زاوية رح تكون الساعة 1.8 دقائق ظهرا بتوقيت جرينج هاي ذروتها بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالدم والهيك الإحباط أو الملل وبتزيد من عنادتنا وبتسبب لنا نوع من أنواع النزاعات مع محيطنا وبعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب بدهم ينتبهوا لأنه بسبب عصبيتهم ممكن يصير عندهم أزمات إلها علاقة بالقلب وبعض الأشخاص بيصير عندهم أمور إلها علاقة بالحوادث إما سير أو مع الحركة أو إيشي إلها علاقة بالنيران هاي زاوية تأثيراتها إلها علاقة بالحوادث إجمالا إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات يعني أمور السير والحركة والصحافة والأمور اللي إلها علاقة بالإعلام وأيضا بتأثر على الأمور اللي إلها علاقة بالزلازل والبركين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا من الآن ولغاية ساعات الظهر الأكثر حساسية واللي لازم ما نعمل لها أي عمليات جراحية الأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العانى والجينات أما من ساعات الصباح بصير عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هو إجمالا اليوم بما أنه ما زال تأثير الكسوف قائم بشكل طفيف أنا ما يعني إذا في مجال تأجيل العمليات طيلة اليوم بكون أفضل لغاية يوم السبت بكون أفضل وأحسن أما بالنسبة لعمليات التجميل فاليوم برضو نفس الشيء بما أنه تأثيرات الكسوف لساقائمة ما بنصح بعمليات التجميل لا حقن ولا جراحة ولا قص شعر ولا إزال شعر ولا صبغ ولا هاي الأمور يعني تؤجل ليوم الجمعة ليوم السبت بكون أفضل بما أنه القمر رح ينتقل لبرج القوس معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره يومين في تمام الساعة سبع وثمان دقائق صباحاً بصير عمره ثلاث أيام نسبة الإضاءة بتصير عشرة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش سعيدة بنسبة مية في المية القمر في العقرب وبد ينتقل للقوس ورح يضل في القوس لغاية يوم تسعة وعشرين عشرة سعيد بنسبة خمستاش في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة سبعين في المية في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة خمس واربعين في المية عطارد في الميزان حتى يوم تسعة وعشرين عشرة هو سعيد بنسبة مية في المية ولكن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمس وثمانين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم ستعاش احداش وسعيد بنسبة خمستاش في المية اليوم المريق في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية المشتري في الحمل ما لآخر يوم طبعا بيتراجع بعدين بديو يرجع للحوت ويكمل تراجعه في الحوت منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 منتحس سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء أهم شيء أنك تتقبل آراء الآخرين بدون أي تحفظ ممكن بعض موليد برج الحمل ينشغلوا بمعاملة أو بملف أما في ساعات يعني تقريبا نقدر نحكي قرابة الظاهرة أو ساعات الصباح تنشطوا في أمور العلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة أهم شيء أن تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء إيجابية ودعم لإلكم من ساعات الظاهرة وما بعد باتصالاتكم سفرياتكم أو حتى التعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلد برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا بتحتل هاي الفترة توتر لأنها من أكثر أيام الشهر ضغطا عشان هيك بتكوا تحاضروا من الخصام حاولوا أنكم متعادوا أحد اتجنبوا الخلافات كليا لأنه خصمكم اليوم قوي وطباعك مش هادئة في نوع من أنواع التوتر عندك وهذا الأمر رح يستمر لغاية ساعات الظاهرة تقريبا من ساعات الظاهرة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وبصير الاهتمام العلاقة بالوضع المالي انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد ولا تلتهوا بالأمور الثانوية في منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية اللي بتتعلق فيه أو بأحد الأحبة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن بدأ بمراحل المقابلة فعشان هيك ممكن شوي ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية اللي لها علاقة بالعمل والصحة بالرغم من كثافة بعض الأعمال فأهمش أنك تراعي اليوم ظروفك الصحية لأن طاقتك ضعيفة وممكن اليوم تعيدوا ترتيب الأوضاع أو تتحسن بعض الأحوال أما في ساعة الظهيرة فالقمر بصير موجود مقابلكم تماما فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر شركائكم سواء بالعمل أو بالعاطفة وبتكونوا تحذروا من الخلافات وما ضخموا الأمور برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا اليوم بيحمل فرصة مناسبة للتحقيق إنجاز أهم شنك تضعوا مخاوفكم جانبا وما تتهربوا من الواقع من الآن لغاية ساعات الظهيرة لأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحباءكم أو تحاولوا تتحكموا فيهم وتعتبر ما زالت الأجواء جيدة ودعم لإلكم وفيها بعض الحضوض ولكن من ساعات الظهيرة بتكونوا تنتبهوا لصحتكم أكثر وبرضو بيتراكم العمل في هاي الفترة أكثر من المعتاد لأن التركيز رح يصير على العمل وعلى الصحة وممكن تجدوا نوع من أنواع صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد أهم شيء أنه اليوم أو من الآن لغاية ساعات الظهيرة ما تسمحوا لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر عليك أو على استقرارك ممكن تنهمك بحل بعض المسائل العائلية أو الشخصية وبعضكم رح يبدو قلق أو يتدمر لقل إشارة لها علاقة بوضع البيت أو العائلة فإحذروا برضو من بعض المصاريف لزيادة أما في ساعات الظهيرة بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات الأجواء داعمة وبقوة على كثير من المستويات اللي إلها علاقة بالحضوض المالية والعاطفية الأجواء بتصير جيدة جدا بالنسبة لموليد برج العذراء رح يظل النشاط مسيطر عليكم ورح يقوموا بمفاوضات حثيثة ومفيدة وبتقدروا تعبروا عن رأيكم وتفاوضوا بجراءة تتميزوا اليوم بسرعة خاطر وبديهة والقدرة على إيجاد الحلول من الآن ولغاية ساعات الظهيرة أما من ساعات الظهيرة بصير التركيز له علاقة بالبيت والعائلة فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك أو انشغالك أو ممكن تحاول تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو العائلة برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بتتحسن عندكم المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك اليوم الطاقة أعلى وثقتك بنفسك أعلى وتقدر توظف أموالك بشكل حكيم وممكن تحصل على أرباح من جهة أجنبية أو جهة غريبة الأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي على المستوى المالي في ساعات الظهر تقريبا بيصير عندكم نشاطة عالية بالتنقلات والاتصالات والحوارات الامتحانات أهم شيء تكونوا أكثر وعيا على الطرقات أثناء القيادة وأثناء الحركة وحاولوا أن تضبطوا أعصابكم يعني بدون عصبية اليوم بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم تستعيد حماستك وتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وتتلقى إشارة أو خبر وتنتعش العواطف عندك وتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سرة ممكن تفرح لا حدث هاي فترة تعتبر جيدة في ساعات الظهيرة تقريبا الأجواء بتتغير كمان وبتصير أحسن وأحسن فبصير التركيز كله على الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي فبتنهمكوا في ضبط شؤونكم أو ضبط ميزانيتكم أهم شيء تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع بتفتح الكل يوم بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس تبعدوا عن المغامرة والرهان على الحظ من الآن لغاية ساعات الظهيرة ممكن يتعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم مش أنكم أتجازفوا بسلامتكم لأنها فترة فارغة من الحضود لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهيرة وما بتشعروا اللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة وإرهاق وبعض الأعطال اللي لازمتكم في الأيام الماضية بتبلش تختفي كل ما اقتربنا لساعات الظهيرة من ساعات الظهر بتمتلقوا بالنشاط والحيوية وبتنقلب بعض الخيارات بشكل قوي جداً لا شكل بناسبك وبناسب توجهاتك ووضعك الحالي بتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي تعتبر هاي فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية حاول أنك تقتنس الوقت المناسب لعلى الرأيك وللحصول على موقع معين ولكن مش بفترة دخلوه المسار أهمش أنك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة لغاية ساعات الظهيرة من ساعات الظهيرة طبعاً رح تدخلوا فترة غير مريحة لأن القمر خلاص بده ينتقل وصير في بيت متاعبكم بالقوس ما يعني بتكون تنتبهوا في الفترة القادمة فهي الفترة بتلزمكم بالانتباه أكثر ولا صحتكم ولا طاقتكم حاولوا أنكم ما توقعوا على العقد وما تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ طبعاً طيلة فترة مكوث القمر في برج القوس برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعاً بتكونوا تحافظوا على هدوءكم وما حاولوا أنكم يعني ما تعصبوا اليوم ما تعملوا مشاكل ما تغامروا ما تجازفوا وتعتبر هاي فترة مهمة بتمتحنك أهمش أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء لأنه طبعاً اليوم كل التركيز على السمعة وعلى العمل والعلاقات مع المسؤولين لغاية ساعات الظهيرة فبدأك تحافظ على رصانتك وتتمسك بمسؤولياتك أما في ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسب سعيدة أو يتوجه لهم دعوي مثلاً أو يكون في عندهم بعض النشاطات الاجتماعية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً اليوم تستعيدوا حماستكم أكثر فأكثر وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وبرضو اليوم ممكن تتلقوا إشارة أو خبر سار وتعتبر فترة مميزة جداً من الآن لغاية ساعات الظهيرة بتكون فيها نشط جداً عندك دينماكية عالية وبتشكل لهاي ساعات محطات للانطلاق بورشة جديدة الأجواء جيدة وداعمة ولكن في فترة خلو المسار حاولوا أنه ما تغامروا وما تجازفوا أثناء قيادة السيارة أو أثناء الحركة أما من ساعات ما بعد الظهر طبعاً هنا بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وأيضاً حاولوا تبعدوا عن أي مشاكل إلها علاقة فيكو في رؤساكم وهذا بيت السمعة يعني بتكو تحافظوا على سمعتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر